روش قدام عتبة البيت ملح ملح وحط في اركان البيت ملح ومسحب مياه وملح ودايما تلاقي ايه في بلتة كان فيها شمعة مش نور كان في شمع الاول وكانت الاراضي الارض خشب او بلاط ما كانش سراميك وكان الحمامات لازم يبقى الباب مقفول لازم الباب مقفول ولازم تبقى نضيفة 24 ساعة الحمام يعني مهم جدا اول حمام والمطبخ يكونوا نضاف جدا ليه بقى؟ عشان دول اكتر منطقتين فيهم طقس الباقي وخاصة الحمام يعني طالما احنا مش بنستعمل الحمام لازم نقفل باب ونقفل باب غطى الطايلت لازم نقفله وحتى البنيوهات لو البنيو مش الحاجات الازاز المقفولة نبقى فيه ستارة يعني الحاجات دي كلها اللي هما كانوا بيعملوه كانوا بيعملوه فطري حاجة فطرية والعلم اثبت بعد كده بصحة الكلام ده وتقال كمان ان الكركبة في البيت والحاجات دي الكركيب طبعا واللي احنا نقفل السرير من تحت اللي هي الصحرات دي كلها غلط لازم يبقى فيه طاقة بتعدي من تحت السرير خلاص السرير لازم يبقى عالي ما بقاش واضي خلاص والسرير لازم يبقى متغطي من فوق ومفيش مياه ولا نحط مياه بالزبط النموسية والسرير كان عالي ونحاس خلاص وبيتعاله وبسلم ايوه وكان بيتحط مياه وملح تحت السرير ولقمة بالزبط ليه والله جد اوه والله كانوا بيحطوا وما كانش فيه مرايات فوقت انهم لازم تتلاقي التسريحة ايوه بدورف بدورف لازم تتقفل المرايات كانت بتحط في قط الصفرة او في مدخل البيت لا يمكن كنت تتحطيها في اي حاجة تانية ليه في قط الصفرة عشان تدي ثراء للأكل اللي موجود فتدي بركة للأكل فتدي وسع تدي براح للمكان تدي بركة للحاجة في المدخل فتدي براح للمدخل تتغليلنا مغير اللي عافية كله ففيه حبة حاجات ينفع نستخدمها وفيه حاجات ما ينفعش نستخدمها فالحاجات اللي احنا الجدود كانوا بيعملوها العلم أثبت انها صحيحة حتة ان الضوء يبقى خافت حتة ان الناس كانت بتنم بعد العيشة وتسحى الفجر ايوه جعلنا لكم عن نهارة معاشا والليلة لباسا بالضبط فالموضوع كله القصة كلها حاجات فطرية لو رجعنا بالفترة لو رجعنا بالفترة الدنيا هتبقى أحسن